الكلام بقى الفترة او الساعات اللي فاتت او الايام القليلة اللي فاتت كان على الاسم الابرس في سول انتقالات حاليا سول انتقالات الشتوية كان مره انا اعطيها لعب الاتحاد اسكنداري هيروح الاهلي هيروح الزمالك ولا هيروح بيراميد ايه هي مقوماته الفنية ايه هو الاضافة اللي ممكن يضفها للنادي اللي هيروح له حتى هذه اللحظة هو اقرب للنادي الاهلي عنه اي نادي اخر بس طبعا الساعات اللي جاية لسه ما نعرفش ممكن يحصل فيها مفاجآت عاملة ازاي عندك مفاجآت او عندك معلومات اه مره انا اعطيها اه كانت المباراة الوديعية بالنسبالله نهارده عامل نادي المصري مره انا اعطيها وبعد الاتفاق اللي تم مبين ادارة النادي الاهلي وادارة الاتحاد اسكنداري لأي اناس محمد سلامة وارئيس النادي حاجة محمد مصلحي امس ان المباراة المصرية هتكون المباراة الاخيرة علشان تحية من من مره ا Experience واعترافهم بفضل جمهيل الاتحاد اسكنداري علي وانه يكون موجود في المباراة الاخيرة مروان لم متعلقاته ويعني خلاص أعتقد أنه وصل القاهرة علشان بكرة يعمل الكشف الطبي هو في القاهرة دلوقتي هو وصل القاهرة أعتقد أنه بكرة إن شاء الرحمن يعمل الكشف الطبي لاستغنى لسه ومطلعه عشان من اتحاد سكندري لكن الاتفاق تم علشان يكون دقيق الاتفاق تم بالنادي أهلي خلاص 20 مليون جنيه 2 لعيبة من ضمن 5 لعيبة عرضهم عليه النادي الأهلي كل الاتفاق دي خلاص تم جدول وقت التم تعرض عليهم تعرض النادي الأهلي عرض 4 لعيبة عرض محمد محمود عرض عمار حمدي عرض عبد الرحمن المانو ومحمد فخري وارد العدد يرتفع لتلاتة بالمناسبة حسب رأي مانولوفيتش ورأي نادي الاتحاد السكندري بكرة من المفترض حسب الاتفاق أن يصل لاستغناء للنادي الأهلي ويتم توقيع الكشف الطبي على مروان ومن ثم حل إتمام الخطوثين دول مروان أعطية سيصبح لعيبة في النادي الأهلي ويتم عقد جالسة تصوير لمروان ووارد النادي أهلي عرض عن الصفقة بعد غد